السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الحلقة الأولى من سلسلتنا حول لينكت إن في هذه الحلقة هنتحدث ونتكلم عن لينكت إن كمنصة وأهميتها كمنصة مهنية يلا فلنبدأ الجزء الأول اللي هو ما هو لينكت إن لينكت إن هو عبارة عن منصة اجتماعية مخصصة للمهنئين تأسست عام 2002 وأطلقت عام 2003 الحاجة المهمة أن لينكت إن بيضم أكثر من 700 مليون مستخدم حول العالم الهدف الأساسي من لينكت إن أنه هو بناء وتوسيع شبكة العلاقات المهنية يعني مثلا الآن أنت ممكن تكون موظف في شركة لكن حابب أنك أنت تكون علاقات في نفس التخصص حقك في شركة تانية فلينكت إن بتكون مناسبة جدا للحاجة دي أنا محمد محجوب حاكون معاكم إن شاء الله في الفيديوهات كلها اللي هو تم تصنيفي كأول أو الأول في السودان في صناعة المحتوى على لينكت إن وأيضا مؤلف كتاب يسمى بأسرار لينكت إن شرحت فيه كيف أنك أنت تقدر تنشر بروفايل احترافي كيف أنك أنت تقدر تلقى وظيفة كيف أنك أنت تقدر تكون شبكة علاقات نرجع للجزء المهم اللي هو الأهمية اللي نحن عايزين يتكلم عنها عن لينكت إن لينكت إن هو عبارة عن منصة أنت ممكن تكون فيها شبكة علاقات وكمان ممكن تلقى فيها وظائف ما كل الناس هم بلق وظائف عن طريق لينكت إن ولكن هي منصة ممكن تكون مشهورة أو معروفة في مجال الوظائف طيب ليه لازم يكون عندها لينكت إن أول حاجة عشان نوسع شبكة العلاقات يعني يكون عندها شبكة علاقات كبيرة وقوية البحث عن فرص العمل يعني إذا تبحث عن فرص عمل وهم حاجة عنده هنا اللي هو بناء علامة شخصية أو الـ Personal Branding الـ Personal Branding اللي هو أنك إنت تحكيس مهاراتك وتحكيس خبراتك بمحتوى الناس يعرفوك عليه يعني تمام كما ممكن تستفيد منه من خلال التعلم والتطوير المهني وكما أنت تقدر توسع نطاقة لعمل حقك يعني وسن أنت ممكن الآن تكون شغال في شركة لكن حيب يكون عندك عمل آخر فممكن تلقي شخص هو في لينكت إن يتحدك فرصة زي دي كمان بالنسبة للناس اللي هم طلاب لسه ممكن يطوروا مهاراتهم يعني لينكت إن هي منصة آآ فيها منصة أخرى اسمها لينكت إن ليرنين اللي هي عبارة عن منصة بتاعت كورسات تدريبية فيها آلاف وملايين الكورسات اللي أنت ممكن تقدر آآ تأخدها آآ وتقدر تتعلم عليها آآ وكما أنت ممكن تقدر من خلال لينكت إن تكون مواكبة تطورة القادة يحصل في العالم سواء كان في التخصص حجك أو سواء كان في مجالك بصورة عامة آآ فيعني دي عبارة عن ممكن تكون مقدمة سريعة عن لينكت إن آآ هو بيكون مناسب للناس اللي هم آآ جدار دواشن اللي هم الناس الخريجين آآ الناس اللي هم لسه في الجامعة الناس اللي هم لسه آآ بيتعلموا مهاراتهم أي عنه خبراتهم مثلا فريش أو خبراتهم ما عندهم خبرة أو لسه مبتدئين في التعلم فا لينكت إن بتكون مناسبة لكل الفئات اللي أنا زكرتها دي آآ هو في البداية ممكن أنت تشوفوا منصة كده فيها نوع من الاحترافية زيادة عن اللي زوم ولكن بميز لينكتين عن باقي المنصات حقية السوشال ميديا أنه المجتمع حقها it is very support يعني المجتمع حقها مجتمع داعم جدا ومجتمع بوزيتف مجتمع إيجابي فأي شخص ممكن تسأله على الخاص ممكن جاوب ذيك يفيدك في التخصص حقك ممكن تشارك معلوماتك مع ناس تانين ممكن ناس تانين شاكو خبراتك فالحاجة دي ما بنلقاها في باقي المنصات الأخرى في الفيديو القادم إن شاء الله حنتكلم عن إنشاء البروفايل الاحترافي وشن الخطوات نحن ممكن من خلال إنشاء البروفايل الاحترافي نلقاكم إن شاء الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته